السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا من رحب الساع هالسلسلة كل الاضافات من الاخر رحت اشتريت في وايدين يسألوني ليش خليل تبدأ سلسلة يديدة والله ما كملت كذا ما نبدأ من دين الخضراء لغير المشكلة ينزلون اشياء يديدة وما تشتغل بعدين عندي هاي هاي المشكلة اني قاعد واجح علي في وايد امور رحني في شارع عام وابا اطلع الشارع اقب شارع عام وهي تكون مدينة اقدر اوصلها وصلها ثانية معناه بيحتاج شارع في الوصل تنزل طبعا ما بقى ابني وايد شوارع لانا ما بقى ابني وايد شوارع لانا انا اخبركم بيكون عندي مشكلة ثانية اذا ابنت وايد شوارع الا وهي التكلفة تكلفة الشوارع عالية مش رخيصة اذا ابني شوارع الاننا بنبني مدينة صغيرة الستارتر البداية ما لنا هاي كالعادة بنبنيها مكان حلو حق مواني على فكرة انا اقدر نبنيها مثلا من هني وصيد عنا صيد الحين ترا في الشغلات الي دي تشوفها الشغلات مش مدودة قبل شلفش تونة وين ما في تونة تونة شي هني انا حيط تونة في نص المحيط اوكي خلونا نبدأ شي خلونا نبدأ شي اوكي مدينة ما تتعدى على حدود البحر لان هنا راح يكون في مشاريع وفي مواني وفي 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 الاخرة فابا مدينتي تروح مع الشاطي قدر الامكان يعني ما تدخل في البحر داخل ايوه بالطريقة هاي هي بتكون مكان بيوتا الحين صبر وهذا الشارع لازم يكون اوسع خلوني احطي حدود صبر انا ما بتعدى هذا الخط وهني ما بحطي شي اوكي وهني عندي خطة ثانية بعد بسوي تحت الجسر اشياء انزين خلنا نوصل الشارع انا بقولكم الحين لان المدينة موانة هاي الطريقة هاي محتاجين نحطي مضخة ماي مضخة ماي فوق الارض اللي حين عندهم هاي درين كابسيتي هاي درين كابسيتي هاي بومبين كابسيتي صح ما عندهم بوم لا درين وين اللي فوق المو يقالوا في محطة لي درين ويست ووتر باك انتو دا قراند بلان سروندنك اوكي يرجعهم مرة ثانية اوكي رجع مião مرة ثانية نبس هذا ما نقدر نسويها now نصيبة اوكي هذا ووتر تريتمينت بلانت ازان هذا ووتر تريتمينت بلانت ووتر تريتمينت بلانت ynدلاند ووتر ت تريتمينت بلانت ووتاكي ماي خلنا نشوف هذا شو يعطينا هذا تريتمنت كلها تشوفوا كلها تلوث فيه قالوا ممكن انتج ماي من البحر ولا من هذا ولا ما ما فهمتنا الصراحة في موضوع مش مشكلة الحين بنحطي لنا بس ماي اساسي هذا كله في الشغلات اليديدة اللي موجودة الحين بنحطي هنا وبنحاول نمشي مع الشارع خلال المحطة هذي وبنزل انا عندي مد مفروض يخلي الشارع هو كهرباء بس مابه هذا ابا اصغر واحد فيهم ام لاند ام لاند هذا غالي ثراث مية وعشرين في الاسبوع هذا ميتين واربعين هذا ممكن احسني اتحمله فشو بسوي خلونا الارض هني اول شي بشل هذا ماهني بحطي محطة المي والهذا عند القمامة بعد بسويها هني ولا خلونا نبدأ لحظة الحين خلونا نبدأ صدقي يعني لان الحلقة الاولى في كل عدد طول وبنسوي مدينة عدلة مدينة عدلة وما بسوي هبث هاي من الحين اقول كما ما بيكون فيها هبث الوجو ما فيها بس لا تقولوا لي خلي لا بث ولا غيره هاي بيشتغل فيها على راحتي بيتفاهم بعدين في وقت لاحق خلني افضي الشارع تحته شوفوا هذا الشارع بيكون كل خدمات ان شو الله خدمات نايس نايس بعد اقدر 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 زيادة سوي الين هني هذا بعد بيكون في شارع لبرع طالع بيكون هذا الين برع طالع نجين الحين بيحتاج يحطي له جدارة او شي منها القبيل على اساس انه يكون شوية ماسك الجسر في شيء اوكي بالطريقة هاي والشارع راح هي من داخل شوفوا الحين هذا هذا التخطيط شوي استراتيجي مستقبلي ليش لانه ابو احطي منفذ الشارع بالطريقة هاي لانه الحين انا ابو اسوي منطقة مختصة بالخدمات طبعا بحطي هني الشارع الصناعية كامل الشارع الصناعية بكم الطريقة هاي بنطلع من لا ما با ما با يكون ايوه وهني مكان ما بنكسره بنحول من شارع صناعية لشارع ينزل الحين الماي مو مشكل الماي بنقول بنحطي لجدار ثاني تحت مكان كله جدران اصلا بس خلونا اول شي شو اسوي هذا بس كله عسان نبدأ المدينة اساس المدينة تكون من البداية سوبر 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 دوبر مرتبة سوبر مرة نباهة سوبر مزين يعني مدينة صغيرة لكن بخليها ارتب مدينة في العالم مو كاذا ممكن بنحاول يعني بحاول اني اخليها ارتب مدينة ممكن اقدر اسوي هنزين طريقة هاي و بالطريقة هاي و هذا ممكن انوصلة لن هنه تقريبا بس للنة مش يديو وايد عن مو با شل بشلة النكتين هاي بحركها شوية بالطريق هاي. شوفوا. فصار عندنا منطقة نظيفة تماما. نزيل. الآن أول شيء يسويه قلنا بنحطي مال. خلنا نشيل بندة تولز هاي كاملات ونشيل مال ماي بنحطيه. على النقطة الأساسية مالة اللي هي البحر بيشل ماء مهني بيصفي بيوزع على منه بيوزع المدينة المدينة اللي هين عندها ماء. نزيل. النقطة الثانية اللي هي آآ إدارة المجاري. إدارة المجاري شو راح نسوي راح نشل هذا بثراثمية وعشرين. إذا أقدر حطيه تحت الجسر بيكون نار ترى. بس أظن ما بقدر حتى لو أحطي شارع هني. نحظة خلنا شلي شارع سيدة. لا ما بقدر. إلا إذا إلا إذا. أستغل الموف التول. نسوي الشارع بالطريقة هذه. يبالي أرفع هذا شوي لحظة. لأن. هذا المكان. إذا تبعون سوون سوبر تفاصيل. لازم 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 هالسوالف الصغيرة. تكون عندكم رخم واحد. شوفوا. طبعا مش مشكلة بس ما علي بخبركم عنها شو السوال فان. لأن الحين عقب شوي. اللي أبقى أسوي. هذا بالطريقة هاي حق الماء. الصبر إذا يبأ أنا بالطريقة هاي مباحلة. هاي سوى ماي الاكثر. نزيل. الحين اللي بسوي بيب. الماء. وإدارة المجاري بحطيها. هنا. بيب الموف التول. لا الموف التول بخلي حق شي ثاني صبر. لأنه بندون إدارة المجاري هنا نفس المكان. بس إن شاء الله تلوثه ما يوصل عنده. أتمنى أتمنى تلوث ماله ما يوصل عنده. نزيل. الكهرباء نفس الشي بنحطيها وين. نفس المكان. هني تحت. شوفوا بين بتوصل. تلوث كلا عندنا هني داخلي. بخلوني أحطي. شي نظيف لأن هذا ما بيطلع الاسم برع. بحطي كهرباء تسعة عشر ميجا واط. فنعاش ألف. بلا بيكفون فترة حلوة يعني. هنزيل. الحين اللي بسوي أب الشارع العجيب السحري مالي. هذا عساس أبدأ شوي بيوت. بالطريقة هاي. وأبدأ أوصل الشوارع في الشارع هذا. طبعا ها مش شارع أساسي. لكن في حد كان عندي مهندس مثلات مثلثات في السريم قبل يومين. بيستانس على التهندسة هاي هندسة المثلثات اللي موجوده. نزيل. خلا نحطي بيوت. طبعا بيوت عادية. لأن نبدأ الاقتصاد لأن تكلفة عندنا مرتفعة على كل شي بس أنا شو بسوي. بقول شي برفع الفايدة مالي. 11 في الامية أنا شفت الحد الأعلى. المناسب. أني أضرب في ضريبة على الناس. صبر. وبيع على البجت وبنزل الكهرباء تحت والماء تحت. أوكي. على أساس ما يكلف هنا الثروة اللي مفروض تكلفنا. نزيل. وأبدأ أحطي البيوت على الشارع. بتساوي مع بعض. نزيل. الحين برجع لمطقة المايتراني. لا هاي هني ما بحطي بيوت. بخلي لنا على جرف. وبنسوي بالطريقة شو هاي بعد. بيوت. هني ما بحطي بيوت. لأنه بتبدأ عندي احتياج محلات عالمية. عن زين. على أساس أن هذا يسوي لك اكستارت ولا بالأحرى يبدأ. بحطي لخط مؤقت من هني لين هني. الحين الناس تقدر التيني. لحظة خلنا بس أسوي لابقريد هذا. على أساس أنتين. إن شاء الله تذكر أن هذا حد أنا ما بألعب فيه. إن شاء الله. نزيل. الحين الناس بتبدأ تدخل من برع المدينة. واستو عندنا ماء واستو عندنا كهرباء. وميزانية هم شوي بس ما عليه. باترياهم شوي يستوون. لأن الحين مفروض كلهم عندهم كهرباء. نزلت مود مالك لايت. يخلي الشارع فيه كهرباء مننا وفيه. فمفروض أنه ما أتلعوز مع الكهرباء. على أمل أنه ما تلعوز مع الكهرباء. بس هنا ها المنطقة بعدني ما خلصت منها ترى. لأن البيوت تبدأ تبني. أبقى أطلع البنت برش ولا البرش نفسه. هذا عنده فيب ولا عنده هيئة مينة فأبقى أسوي شو. أن يكون هذا المكان. عبارة عن كان كري أو كونكريت يسمونه. طريقة هاي هذا مو مشكلة هذا لأنه بيتسكر بشارع بعدين. فيه له امتداد مستقبري فمخللنا في حالة الحين. مزين بسوي بالطريقة شو. هادي شوي شوي هني. وبحاول. أني أغطي المدخل بشي بس المدخل أغني لازم بعد يكون كونكريت. صبر. أن هذا. بحطي من هنا لين. هنا لين أول بيت تقريبا. على أساس أن هذا اللي يحمي المنطقة من الجسمة. من صديقنا البحر. سوي بالطريقة هاي. بس أبا. من هنا شوي أخفي. أبا. هذا أخفي. لين لحظة. شي حبة حبة حبة. حبة. أيوة حبة. 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 حبة زيادة. حبة ناقصة. ها شوية شغلانة تاخذ وقت بس. نهاية اليوم أحسى تستاهل. من شلة شوي من هنا. شوي. شوي. أوكي. وبحطي هنا على أساس أنه. حد يمر ولا يمشي أو الشكل. مش الطبيعي مبليمي لكن تعرفون شو. محتاج أني أهدي اللعب مع المنطقة هاي. وحطي خطوط مشاء وحشيش. خلنا ننزل هذا. ليش زعلانة ليش زعلانة. ليش زعلانة. لخط المشاء اللي موجودة هني. وبأطلع خط مشاء. قريبا للناس أباها الدوم. شوية ريولها. توصل. أنا بعرف ليش يرفع لي اياهني. يمكن لنا مستوى آآ عالي. اللي هناك. أبا الناس. توصل. ما أقدر أرفعها وايد. بس ما تعرفون شو. إذا ما أقدر أرفعها وايد. أقدر عميلة. بالطريقة هاي. موب التول. نصغره من هني. ننبه هذا على الشارع دايركت على خطوط المشاء. ونخليه ماشي مع منو. مع صديقنا الشارع. بالطريقة هاي. شو. ويستوي ميتين ميتين. صار عندنا الناس يقدرون يمشون اللي بيسكن. يقدر يمشي. شوفوا أحلى شيء في مود الكهرباء شوفوا. شوفوا. ما أحتاج أي كابل ولا أي شيء. والله راح نفسيا. الآن صار عندي المكان زين الصراحة. نسبيا جيد جدا. بس بعدني لازم أزيد عدد السكان. ليش عدد السكان؟ إن بعد يحتاج مصانع. المصانع بتكون الصوب الثاني من المدينة. اللي لحين ما سوينا لها دوار والهايوي لحين ما سوينا لشيء. الخط العام أعرف. بس نبقى الحين شو نسوي. نبدأ نحطي أساسات مدينة عدلة. فبالتالي. إذا بحطي أساس مدينة عدلة. خلني آخذ من هذا الارتفاع. لحظة. أنا سوي شيء غلط. ونزل بالطريقة هاي. وسوي شارع. يطلع لين آآ فوق. حطي صناعية هني. أوكي. هني صناعية فعليين بعت في صناعية. بس اللي بيستوي. يعني بمت شارع. لفوق. بالشكل هذا. خلنا شوي من قبل الميلة. أيوة. للشكل. هذا هني شوي خدمات نقدر نحطي بعدين في المستقبل. سيت سمك يمكن ولا شيء. ما دري بشوف أنا كيف ترتيبة. بس في خطة أني أخليه صاحي شوفوا. 200 200. 200 200. هذا عدل. وهني شارع ترابي نفس الأولي. بس. أبا. نوعا ما ما يطلع من الحدود. ونوعا ما يصد الطاقة. هذا. اللي أنا عندي إياها الشارع. مفروض ينزل مع. المكان هذا. وهذا بتكون شارع سيدة أساساً اختصر على الناس طريق. وبالنيب أساس أنهم يعرفون ده شنية صناعية الشارع نفسه لازم يكون شارع. صناعية. المي. بيكون هنا. والطريقة. نوعا ما هذي اللي بحسن طريقة في العالم. بنحط لمنطقة صناعية صغيرة هنا. اللي هي بنبدأها في السنتر هنا. صغار مرة صغار. أوكي. بس عساس الناس بتي من هالصوب. ترى. خلا نمدد هذا الشارع. والطريقة هاي سيدة. شوفوا. يصار عندنا هاي المنطقة. وعندنا هاي المنطقة بس بعدنا بنمدد الاسمنت مالها. لأن الاسمنت فوق صناعية. فبمدد شوية الاسمنت. هذا الاسمنت مالي. عرف في ناس شو بتقول. مش مفروض هذا على البحر هي بس عندي مدات. آآ بهذا بيكون نوعا ما. بس خلينا نخلي سيدة احسن. طريقة هاي لين هنا. دعني. وهذا نيبا هني وناخذ الموب بالتول نحدد الراس. وننزله بالارضة شوي. عساس يبين. أفضل. شارع زين. هذا ممكن نعدل شوي. نزلها شوي بلحرى. اذا نزلنا هالنقطة شوي. يكون اوكي. هالنقطة شوي اذا رفعناها بيكون احسن. شوفوا. الشارع افضل بمراحل من هذك. هنزين. خلي البروش ما ننوينا. بروش. ونبدأ ان نحطي هاي الشغلة هاي. الاسمنت. هذا الاسمنت مش افضل اسمنت في العالم لان الشارع مش سيدة. بشكل بغير الشارع برفع مستوى شوي وبخلي كامل بعدين. اوكي. هذا المنطقة اسمنت يمكن الصناعية كامل لحولها المنطقة اسمنتية افكر لانه صناعية يعني هذا كامل يكون اسمنت. دامنا في شبارع يكون اسمنت بالطريقة هاي. اكتبوا لرايكم في الكملات ما تشوف عقب غيره ولا بخلي ما اعرف. شوفوا. والشارع نفسه كامل اسمنتي لانه صناعية. احس بس انه يناسب الصناعيات ثيمو هاذا. ان يشتغلون على كونكريت. شوفوا. وهني بننهي الشارع بل شو. بالاسمنت هذا. الطريقة هاي. طبعا من نغير الشارع يتغير هذا ترى. بنسوي الى بقريت خلاص. بس الحين شو الفرق. ان الصناعية تطلع لمكان حلو. بس هذا الشارع ما يقدرون يقدرون يرجعون السابق ثاني. ايروحون دايريكت. وعننا جرائم يحن في المدينة صبر نحن عنا جرائم والدها. الحين بدت المدينة شوي تزدهر بالصبر خلونا نحطي هني دكاكين دكاكين بحطيهم على هذا الشارع طريق هاي بحطي في النص مركز شرطة يوصل الكل على امل ولا مركز شرطة اقدر حطي هني ما اقدر بحطي مركز شرطة هني بحطي عيادة عند مركز شرطة صبر خلني وسع الشارع ان الشارع هذا راح يحول حياتي شوي بيض شارع بشير خلى فريج حلو ان اظن التقطية بعد تفرق الشارع اذا ما كان ضلطان بعد الهذا خلاص برايا ما عليكم هذا ما بغيره طبعا والممر المشامالي دقيقة مش هذا المشامالي متعوب عليها الممر بالطريقة هاي الصبر سيدة والله من بداية انا اقول لكم باشل هذا الكونكريت اقب الصبر مزين شو خبار التغطية زادت هي التغطية تزيد بالطريقة هاي وايد زيد تزيد بشكل طيب كهرباء معقولة مو عنا كهرباء هذا ما يسوي كهرباء بشكل ثابت وايد هاي مشكلة ثانية اقدر اسوي كهرباء بس هذا الطاقة نظيفة يعني مريح هذا الحلو فيه خلونا نحطي فوق المدينة هاي في الوسط ولا وايد ازعاج وايد ازعاج لا فخلونا نحطي هذي يالله مشكلة هاي اللي يزيدون وينقصون يعني ما على سرعة الرياح مشي الحال خلونا شو نسوي وبقى سوي نقطة شارع توصل بين المدينة هني يعني وهني بس هذا ما بيخلينا صح فبالتالي شو بسوي لا ما بيخلينا خلوه 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 لانا بعدين هذي خايص طبعا فخلونا شو اسوي اول شي بيشل هذا نضايقلني خلنا نكبر البروش ما على حتى لو شل اللي تحت اصلا انها مصيرا ينشل نزيل وصبر بكسر المنطقة كامل ما بوكي ما بوكي اذا انا بنسوي تصميم حلو هذا الشي مشو كي اوكي وابا اشل هاي النقطة هاي النقطة بحاول اني ارفعها شوية اوكي نفس مستوى الثانين نزيل نفس المستوى النيبة الحين يمكن نقدر نطوف الشارع خلنا نشوف مش يمكن بنطوف الشارع نايس نسوي الشارع حاني نزيل هاي المنطقة لشلتها لانا مش عابقتني اصلا فشو اللي بسوي بصغر البروش بسوي تيه دخل المبسيدة اعرف مبسيدة صبر بس بيكون احسن وايد لحظة انا عندي موب التول والله عبتوني يلعب بدون مدات كم يوم اللعب بدون مودز سوري نبقى هاي النحاء ما يخص نسوي نسوي لهم زي والباقيات هاي اللي نقدر نشل هنه هنا ابقى اسوي الشارع بشل هذا حاليا زي وبسوي كل بها المستوى شوفوا طريقة هاي حاليا هذي لنا الصناعية هني واللي هني كامل بشله شوفوا بي اوكي ليش لان عقب هو ينزل شوفوا بيوصل موكي ما بينزل انا اسف اح خلنا سيب الطريقة هاي منزل وشل الشارع هذا من مكانه منزل وشل هذا من مكانه اما هني شارع بينزل لين تحت حاصل شارع مأقت منزل ابا الشارع هني ما يش ينزل الحين صبر اذا تسالفه كذيه خلونا حطي دوار منزل دوار ضخم اوكي اوكي والنيب الجسر هذا ما ينزل على الارض شوفوا جسر هذا ما بينزل على الارض هايوي خلنا نخليه بارتفاع الجسر الثاني دقيقة دقيقة نفس الارتفاع تخريبا صح وهذا يكون من هني لين هني وها بيمر في وسطهم شي افكر يعني في المستقبل نقدر نطوف محطة خطار من تحتهم او من فوقهم اوكي والنيب هذا بالطريقة هاي لازم تكون مائلة شوي معاعلة من مشكلة هاي والطريقة هاي مائلة وبننزل الرامب مالنا هني وبنرفع الرامب هذا اهني ما يستوي ها عادي ايضا ما يستوي محتاجين نسوي طريقها شوي هاي فايدة المو بالطول عساس نقدر نوازي الأمور شوية لان هذا نزل على طول هقدر اسوي من هني بس احس اوبر وايد بعيد بس مهني بعد مش غلط تراه يعني اذا اسوي هذا مهني وهذا اشلى قريبة من هاي النقطة هنزلها تحت مش اسوأ شي بس رازم ارفعها مشوية زين وبنيب اه الشارع هذا دين اخر شي بيخلي نفس المسافة بين بعض لان اكيد 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 بنحط دواوير ثانية اكيد بنحط دوار ولا شي ولا معرف بنسوي شي نظريا بنسوي شي اوكي وهذا الحين حاليا بسكرة للمستقبل لان هذا راح يكون متفرع فقط لا اكثر ولا اقل اوكي وهذا خلونا ان شلا بنهني النيبة بالطريقة هاي على الحين شو يستيوفي مو بتون مشكلة في المستقبل اذا بقى اشلى من مكانه ولا احطيه ورصيته في شي با تلاعوز هاي المشكلة الوحيدة خلسي بالطريقة هاي ونكسر الباقي نجي نجي وانيب الشارع مرة ثانية وانيب الشارع هذا هني الحين شكل اسيدة وايد اكثر اوكي شوي يتفرع وستوسيدة وقلنا من النقطة الثانية ونشل الرام تقريبا تقريبا هل ناخذ من هني لانه بيكون قياس المسافة احلى شوي ممم مستوى هني بالعكسة اوكي انا ناخذ من هني تقريبا تقريبا بيركب هني نايس بس هذا لازم اجلب لحظة هذا مش شارع اساسي هذا ابو الاساسي لانه هذا الشارع بتقوم عليها واي شغلات تخلي نسوي شكله طبيعي ناخذ اللبل ماله ونسوي هذا من لبل لحظة ليس اللبل تول ونشغل ها تول تول مالي ما عرف فرض يكون شغل حاليا ما بسوي الا برايا برفع هذه شوي وبنرفع هذه شوي اوكي مش هفضل وايد بس اوكي لانه المفترق الشوية غير عن هذا اوكي واللي هو يعتبر شي طيب هذا حاليا بالنسب لي انا ها طيب من زين الحين اقدر شو اسوي عيب هذا التول وارسمه هني اوكي واسوي الشارع هني سيدة بموازات هذا يعني بايب اللبل بنقص الفرشاة بسوي تي اوكي نوعا ما تي لا اذا تي بيستوي العيد عندنا خلوني احاول ان اسوي سلوب عدل اوكي 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 شوفوا بحاول ان اسوي سلوب عدل شوفوا بالطريقة هاي شوفوا بيكون احسن وايد بني بشارع صناعية انا اسف اذا مليتوا لكن ان هذا شغل عدل لازم يكون وايد احسن الشارع بمراحل احسن بمراحل وهذا نفس الشي بالنسبة للصناعية بسكر عليه نشوف الطريقة هاي تقريبا من هني الى الهني من هني الى الهني نسكر على الصناعية وناخذ الافل الارض اللي انا مدر وينسرت الطريقة هاي وسوي بالطريقة هاي شوي اعدله عساس اقدر يب الشارع مزين وهذا شوي خلني ارفع على مستوى هذا لان هذا نازل اساسا اه بتشوف الشرفة الليفل 2 العقب لانه وايد اسرع اوكي شوفوا في المكان نازل لكنها مع الوقت نقدر انه لانه مو مشكلة مزين نحن بنقدر نحطي مخططة منه صناعية وانه لانه مخطط صناعية شو بيكون بيكون اكيد في الشارع هني اوكي وشوي خلنكسر حبة من هذا بني بشارع بالطريقة هاي وبنميل التول وهنا شارع يبين عدل وهذا بنحاول لشارع صناعية شارع رئيسي وصل لاخر الشارع شوفوا سوت عنا شو صناعية رسمية الحين اللي باقي بس اني احطي الشوارع صناعية يعني بحطي شارع صناعية الاول بالطريقة هاي وهني بيكون في شارع من التحد بس شارع للتحد ما بيكون صناعية بيكون شارع ذو التجاهين حشيش لا شارع عادي لانه سائر صناعية بالطريقة هاي وهني نقدر نخشخ الشيء شغلات اكثر وفي مجال انه في المستقبل نحن نكبر هاي واحدة من الميزات يعني خل الميلة مع هذا وهذا بيميل احسن طريقة لا طريقة هاي بعدين ناخذ الميلان بالطريقة هاي موصول بعدين شارع السيدة الصناعية وايد متعب عليها اكثر من المدينة هذا هني هذا يركب هني بيصغره وشو بنسوي بسوي بالطريقة هاي شارع ماي الاهني اوكي هاي صارت صناعيتنا الحين صناعية جبارة ترا مش مش صناعية هاي بالنسبة للمدينة هاي الضخمة 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 فالحينة بنحطي في الوسط شوية اوكي كم من شغلة وهذا بيكون المخرج الرئيسي من المدينة شوي بيتغير الحين بيتغير الحين ليش؟ لانه صار عني شارع رئيسي ثاني فبحطي اربع شوارع هني سيدة والطريقة هاي سوريا هاي صناعية وبنمدة شارع الى اكثر من النقطة يعني خلاص يعني قلناها ما بنطلع على النقطة بس اردي خلاص توعن كل شي واضح الحين بنحطي هذا هني وإلا بنوبة دواوير وإلا توصيلات مستقبلية بنسويها في المستقبل هاي بنسويها هني طريقة هاي وبنوصل الشارع من الوسط هني الى هذا المكان إذا استويسيدة زين إذا ما استويسيدة بعد اوكي استويسيدة والحين اللعبة شغالة على هالحال هالحين بس هالشارع بوصلة اللي هو اساسا ممكن نحطي دوار صغيرة هني هني دوار صغير مشروع ناجح بنا بمد اكثر من النقطة هني فبنحطي اكس هني وبندق تول الدوار وبسوي دوار صغير خلنا نشل الزوايد والاضافات ونسوي الشوارع ديركتا هني هذا مباشر الدوار كبير كمباشر هني احس حتى ما يحتاجي بس من الافضل وهذا بيكون طريقة هاي هذا الونيبه من تحت زيادة احسن صبر احب اقدر ايبه من وره ما اقدر اكثر مسافة اقدر ابعده اللي هي هاي الطريقة هاي ما زين اذا السال فاتي بسوي اوكي واقدر اكثر جزء صغير اذا سوي تي اكثر هذا واحطي الميالان مكان والطريقة هاي على اساس اقدر احطي منفذة هنا في المستقبل اذا مثلا بطل على هاي وي ولا مكان هاقدر بس الحين الطريقة هم موصلين في بعض الهدف ان هم موصلين في بعض هاي الشارع بعد زين ترى مش سيئ انا تشوفه زين وايد زين فالحين بنبدأ في المشاكل العادية ما انا ما المدينة من حين شو محتاجين نحط المدينة مثلا بنحطي كمن شارع بنحطي كمن بيت بيت مش صناعية بيت 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 محتاجين حق المنطقة اتصور يمكن مدرسة ولا شي بس الحين خلونا نمشي مع اللعبة هي شتبة يعني الحين انا مبدئيا راضي عن شكل مدخل مدينة بصراحة مبدئيا انا راضي لانا في في شوية تصميم جيد بس هذا اذا اقدر اجدمه بيكون احسن لحظة هني اللعبة تبدأ في المودز بالذات في المودز تبدأ اللعبة تستوي شوي ممتعة اكثر وايد مش شوي وايد انا ما قص عليكم استوي وايد ممتعة اكثر بمراحل من اوكي هذا نايس وابا البرش مالي وين صار هني اوكي عشان شكل يبين طبيعي يقدر الامكان شوفوا شوف كيف يوصل مطافي اذا احطين مطافي هنا يوصل تقريبا للاثنين فالمكان زين مكان زين بس المشكلة الوحيدة اللي راح نواجهها بشكل متكرر الكهرباء حاليا اذا تميت احطي هذا فشو بسوي هذا كم يعطيني بخمسمية وستين ميتين اربعين ذاك اربعين ميجا واط وانا ما عندي انكم رحي ما عندي مدخول فخلني احطي هذا في مكان يقدرون يوصلوا له وعلى فكرة الحلو في المكان نقدر مدلى قطار قطار وين هني في الخريقة هذا القطار هالصوبة نقدر اني بسلسلة قطارات عادي ما عنا مشكلة بيكون مش صعب وايد لان على نفس الجزيرة بيمر في نص المدينة بعد بس مبدئيا انا مستانس على شكل مدينة حلو الصراحة مربعات في مثلثات في دوائر قاعد يحاول امع كل اللي تكلمت عنه في الكمان بختصار كيف هذا كيف ذا كيف الاخرة يعني نحاول نسوي نزيل هذا معناه اذا انا عندي شارع بالطريقة هاي اقدر بعدني امد شارع ثاني على امل هذا طبعا كان يعني اني اقدر امده بالطريقة هاي لحظة اه هذا انا عندي ما اقدر يخليني ما يخليني امده اقدر امد لكن ما اعرف مده اهميته اقدر امد شارع جسر من فوق هذا بالطريقة هاي اختصر اسوي وايد شغلات بس ما احس انها داعي حاليا بس الحركة حلوة ترا في المدينة الحركة حلوة والكهرباء انتاجها زين بس شو ابقى اسويه لان انا كم استهلك الحينه اربعين م مرة ثانية عساس ما يتم يسحب مني فلوس على الفاضي وبسحب برفع ميزانية الكهرباء وراح تكون كهرباء اوكي انا نسيت اني والله منزل ميزانية الكهرباء بصراحة نسيت تماما تماما وشوفوا كل الشوارع الحين فيها كهرباء خلص هاي مشكلة نحلت الحين المشكلة اللي حالها مفروضة يكون بسيط اللي هي القمامة بنيه هني مركز عادة تدوير اذا احطيه هني بتوهك طبعا اكيد لازم انا احسب حساب هاي مستحيل نزين فاقدر احطي هذا هذا يوصل مدى بعيد مو عنا مشكلة تشوفوا في دوار من تحت مشبوك دايركت معناه عنده نقاط وايد يوصل بس احس اللي انا احسب اسوي بعده بوصل نقطة ثانية من الوسط بس مش الحين بسوي دوار صغير في الوسط شكلي وبشبك نقطة فبيستيو ما بين مثلث مربع دائرة فالحين هذا مفروض انه يحل مشكلة هذا الترانسفير يا حبيبي انا بعد ابت العيد نحظة انت بمركز عادة تدوير هذا مركز عادة تدوير سوري يا جماعة سوري 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 خلا نحطي هذا على الشارع بروح عسان يقدر يروح ويرجع مطافي هني راح يكون عندنا شوي مشكلة في المطافي خلا نحطي هذا هني عساس يوصل قدر الامكان للكل او هني والطريقة هاي عساس اوصل بعد كل شي لكل حد بحاول اطلع جسر ثاني الجسر هذا راح يكون بالطريقة هاي فوق هذا الجسر نظريا نظريا فوق الجسر اقدر سوي اقل حي اقدر اقدر امرر من تحت زين لا يعني حبه وحده فوقه زين والجسر لين اهني ابا اتأكد ان الجسر هذا اقدر اوصله اول شي قبل لا اسوي اي شي ابا اتأكد ان اقدر اوصل الجسر اقدر اوصله بس مشي هناك اقدر انزل شوي ووصله من هاي المكان هذا شوي بالطريقة هاي يكون فيه جسر طبعا هذا بيحتاج كسر هذا سيدة مو عنده مشكلة بس هذا شوي يبال ارفع عن نقطة هاي اساس ان يستوي شوي سيدة اوكي وهني راح يكون فيه الشارع اللي يدخل فيه الجسر ويكون فيه تقاطعات اساس يتحمل وبنسوي شو طريقة هاي تسر لحظة نشل هذا بعد اجين هذا نقدر ان نزل حبة بالطريقة هاي ويكون عندنا جسر موصول مباشرة فالحين شو بسوي بس مش دواره مربع هذا بس زين بيكون معناه حتى المطافي لهم مكان ثاني يوصلون ما عندنا مشكلة العيادة اوكي امورها طيبة الشرطة امورها الشبه طيبة فالحين ها قاعد تنمو المدينة هاي المدينة بشكل عام ساحلية لانهني بحطي نوع ثاني من الصناعة الصراحة ما بحطي سمك وهذا طبعا البيوت الكبيرة واسوارف الكبير خلا نشل هاي المهني لحظة هلا نحطيها من مكان ثاني هلا نسوي هني الشارع في الوسط تقريبا لا ما بوصل في الشارع شيء عساس اني ما انسى هنزين ابقى اسوي هذا الشارع هني بغيرها ان هاي وي ما قدر ابني شيء عليه اوكي بسوي عليه هني لو اسوي تخاطع معجبس انا بسوي ان عساس اني ما انسى بسوي بيوت بالطريقة هذي وابا اطلع الشارع يوصل هاي المدينة بالطريقة هاي كان احسن طريقة حطيت اول مرة مزين وبعدين يروح للشارع اللي هو قررنا ان يكون شارع عام بعدين بالطريقة هذي ما عندي مشكلة بعدين بالطريقة هاي خلي الفراغ هذا خلى فراغ انا ابوه فراغ بالطريقة وبعدين نسوي البيوت بهاي الطريقة مع وصلة واحدة الى وهي هذي ان في عنده شرطة وعنده خدمات هذا بخلي فاضي حديقة اكبر وراح احطي مجموعة بيوت اهني مجموعة بيوت طيبة وهني بحطي كم دكان 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 اشتوى عندنا دكاق دكاقين هاي بتسوي حشرين عارف بس ما عندي مو مشكلة الهدف مالها نبيل على قول التهم مو عندكم مشكلة الحينة مع هذا فالنار رح يكون لانا الحين نحنا وايد قاعدين نصر فلوس عالفاضي مش عالفاضي فعلي عنا وايد اشياء قاعد نسوي اطنان من الاشياء هني وكل الشغلات كبيرة مفروض ما نسويها بس بس ممكن ان نسوي او نتعافى من الصدمة الاقتصادية هاي عن طريق البناء الصحيح عرفتو فمثل الشغلات اللي رح تطلع صوبة الصناعية مثل صيد السمك انا احس ان المكان هذا رح يكون مثالي حق صيد السمك مزين انا وايد كهرباء عندي ولا يتهايي لا اوكي راح احتاج للكهرباء يكلها نسيت المي اوكي هذا اللي راح يستويه راح يبنونه الحين شوفوا كيف والله بشكل عام احس المكان زين مكان راح يكون حلو لانا ابا امرر مهني قطارات وسوالف فاستو عندي مكان بعد واللي اذا ما حسبنا حسابة بدلي نتعب هاي المشكلة هاي الحين بيتم اضيف اضيف بيوتة شوية وما بضيف شي كبير لانا ما عندي جامعات اعرف اعرف في حد بيسأل ليش ما حطيت الكبير وفكيت عمرك هاي مصانع صغير ابو حبة وربع ربع حبة بنحطيهم بعد وبنحطي محلات تجارية هني في موي هاي في موي بنحطي محلات تجارية هني الفروض ما احطي هني صراحة لانا بيسدون على الشارع خلني حطيهم هني لونها تستوي شوي زحمة بنعبي شوي في الفراغات الحين الحين وقت نعبي في الفراغات شوفوا الحين وقت نعبي الفراغات بالطريقة هاي عساس نرفع الاقتصاد موانا شوي من يستوي عندي فلوس بحطي مواصلات صبر عساس اني اقلل بعد الزحمة نحن معندي زحمة بس شوي راح اقلل بعد زيادة اباحطي محطة باسات المكان اللي اباع بيه وصغير استوه بس اقدر احطي هني مفروض هي اقدر اباخد ما تطلع من هني الصراحة بس هني لأ بخلي فاضي عساس اللي يمع الويست في النص يكون قريب منهم فهذا اقدر احطي مكان نفسه هني دوار هذا لا طبعا هني لا بيسوي ازعاج فمكن احطي هني بعيد نوعا ما عن الازعاج اقدر اشلى بعد شو اسوي فيه اذا ما بيلمس لهذا زين هي ما بيلمسه فنان اقدر احطي محطة الباصات هني تحت الهذا بني تحت الجسر شوفوا ماي مش قضية اقدر امدره ماي الحين هذا ماي عندك صار الماي مش قضية كبيرة بس نبا نزيد ميزانية الماي اضن شوي اوكي ممتاز الحين ها صار عندنا محطة بسات هاي اخر شي بسوي هالحلقة وبنسوي مكان الشارع الرئيسي هذا دائرة الى هذا الشارع يشل الناس حطيهم في الصناعية عن طريق الدوار وما يرجع من الدوار يرجع من شو من الدوار الثاني فيقلل شوي كمية الزحمة اللي ممكن تصيب المدينة في حال في الحال الموجود نحن عليها وهني كان عندي مفروض بحطي حديقة ونسيت بس تعرفون شو بحطي حديقة في مكان نفسه هني حديقة كبيرة تكون بو ممشا هاي هاي بو الممشا وبحطي الشارع بوليتات هذا مو مشكلة خلي تكسر البيت انا بايتكسر بس يكون في مماشي الناس تقدر توصل للحديقة ترى ويدي فرقة ان الناس تقدر توصل هذا فرق فرق يعني ممكن ما تتخيلون الفرق انتو بس يسويوا فرق هذا خلاص ها بخلي سيدتي وبنسوي هني بعد ممشا ما هني لين هني وبنسوي ممشا لين الحديقة من هني وهذا بشلة بحطي دايركت هني اوك شوفوا الوضع الحين في اللي في العسل هاي هاي من الميزات اللي تحصلونها مع انكم تبنون شي شوفوا صار في ممشا طول المدينة الناس تقدر تستعملها تروح للحديقة بس الحين يبال يوصل اللي تحت يعني باوصل 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 تروح اقدر اوصل هذا بعد هني بس هني مفروض يكون في حديقة لابا اروح اصلا مش مفروض اعتمد كلها على حديقة واحدة صراحة انها الحديقة اوكي بس يبالي حديقة ثانية بنفس الحجم حديقة الكبيرة بنعتمد ما باعتمد على الحديقة الصغيرة نزين بالطريقة مش هذي لا ابا واحدة تحت الجسر يستوي فا ليش حديقة تحت الجسر ليش الازعاج حب ازعج الناس هنا نزين عيل بهدم مجموعة بيوت هني وبحطي حديقة وبسوي ممشى بالطريقة اه ما اقدر اسوي ممشى متوصل لان الممشى ها راح يخرب فخلوني اكسر الممشى هذا واسوي بالطريقة هذي واسوي ممشى من اهني ايدين اهني ممشى بسوي اهني ببطلة بالطريقة هاي بالطريقة هاي بيكون ممشى حلو في النص شوفوا حصار عند شاكل المدينة حلو ترى افكرا مش مش غلط ابدا مش بطل ابا لا لازم حطي لازم حطي بدون كهرباء الوضع زايدة ما يمشي عالم تصرف ما حد يحترم اختصاد الكهرباء بالاسف بالاسف هذي الحين راح يغنينا عن وايت شغلات هذا اللي سويناه ليش لان الناس قاعد بتسكن الحين شوي شوي بتطور 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 لين توصل ساحن دي حد يقتين بس ما يكافون فشو ابا اسوي اللي محتاج اني اسوي احطي شغلات مرافق بسيطة الحديقة اليابانية حلوة تعجبني حطي حديقة على المدخل حديقتين هني بس تعديل بوابة مدخل بس اللي ابا بعد حطي واحدة على البحر لان هاي بتسكر المنطقة الوسطية راح تكون يعني غالية فالناس هني راح تطور اكثر وهني انا حاط تجاري على الزاوي على الليمين شوي مع سكني فراح يكون خطوة تصور ممتازة انا ممكن احطي عماير بس ما با الحين ابتلش في ناس متعلمة ما با ناس الدبور وظايف بشكل خرافي بس ابا اسكن شوي ناس اكثر لانا الحين حطيت انا ما الكهرباء ومواصلات فشوي انضرب عندي لشو الميزاني وبعدين اتنسوا الشوارع الغالية والحدايق والمرفقات هاي وايد تكلف فبالتالي راح تستهلك منه وايد فلوس انا ننزل الكهرباء او الله كهرباء 79 مقواط خلونا اهدم من واحدة من هاي وباهدم من واحدة من هاي اوكي اربعين وعنا الاستهلاك ممتاز والميزانية نزلت المايشو وضعه الماي اوكي الماي انا ما رفع النفر حتى حتى بعد في امكان الكهرباء هاي يمكن نرفع ميزانيتها وايد شوي شوي نرفع 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 ميزانيتها وننزل الشغلات الي نحن ما نحتاجها فعليا عرفتوا بس عندنا عيادة عنا هذا عندنا هذا عندنا كل شيء اه شرطة عندنا هذا عندنا هذا بعد عندنا وايد شغلات ولا تنسوا المواصلات بروح اتكلفنا وايد فلوس فالحين ببدأ احطي شغلات بديلة في الفيديو القادم ان شاء الله للي نحن نسويه باذن الله المهم هاي نهاية الحلقة هاي الاضافات كاملة موجودة هني وهاي بداية المدينة اتمنتكم عيبتكم نشوفكم في حلقة خادمة ان شاء الله على خير وراح نسوي شغلات افضل وافضل طبعا الحلقة خادمة ان شاء الله تكون على نس ساعة وليست على ساعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته